صباح الخير ازايكم حبابي عاملين ايه? لو انتم لسه اول مرة بتشوفوا قناتي انا شايماء من قناة وصفة ومعلومة مع شيمو. النهاردة جايب لكم طريقة حلوة جدا للارنبيط. طريقة بصوا يعني جميلة قوي بصراحة. هتعجبكم كده. ولو عالك ما بيكلوش الارنبيط ان شاء الله هيكلوه بعد الفيديو ده. بس انتي امشي بس عالطريقة دي. اه هقول لكم الصراحة الفكرة دي جات لي ازاي? يعني انا هقول لكم كده في قلبي الفيديو والفكرة بتاعت الارنبيط دي. جات لي ان اعمله كده ازاي. بصوا انا كنت احطي الارنبيط بتاعي مسلوق. بقاله سنة يمكن كده في الفليزر. تمام كده تمام. اه جات لي الفكرة ان انا اعمله. طلعته ومش عايزة احطه في مياه عشان ما يتيريش. فاخد وقت قوي عشان يفك. وانا كنت مستعجلة. قلت انا لسه هستنى على ما يفكه. كنت خايف احطه في المياه يتيري مني. هو عادي جدا لو اه خزنتي الارنبيط سلقتيه وطلعتيه قبلها بفترة كده وفك مع نفسه قبلها مثلا بليلة يعني مثلا او بكم ساعة كده. هيفك براحته هتعملي عادي مفيش اي مشكلة. انا كنت مستعجلة. قلت اعمل ايه? قلت والله لانا فرماه واجرب الطريقة دي كده وعمله ايه? مفروم. اه وهشوف شكله وطعمه يبقى عامل ازاي. فقمت بقى جايبة الارنبيط حطه في الكبة وجايبة الخضار اللي انا هحطه عليه برضو حطه معاه في الكبة وفرامته كده كويس لحد ما الخضار تفرم خالص بعد كده حطيت عليه اه بيكنج بودر معلقة بيكنج بودر عشان تخليه هاشاش كده وحل وما تكتريش بس عشان ما تخلوش يفرول منك على حسب الكمية اللي معاك يعني اه ورحت جاي حطة معلقة البيكنج بودر عليه ورحت جايه حطة البهارات بتاعتي بقى حطيت اه كمون وحطيت ملح وحطيت اه حطيت اه تاني اه حطيت شوية بصل بودر وحطيت شوية توم بودر بصل بودر وتوم بودر البهارات دي خليت طعم متحفة جدا بصل بودر وتوم بودر وحطيت اه كمون وفلفل اصمر وملح وحطيت شوية ارفع صغيرين وبصلوية كده حلوة معاهم هم بيتفرموا يبقى انا كده فرمت البصل فرمت الارنبيت فرمت الخضار مع بعض وحطيت البهارات اللي تلكوا عليها دي وحطيت اه معلقة نشة كبيرة كده حلوة علشان تخليه برضو مقرمش معايا وحطيت قد ايه مش هقدر اقولكو قد ايه على حسب كمية الارنبيت اللي عندك هتحط دي لحد بس ما تلاقي معاك عامل زي العجينة كده بس مش العجينة بتاعت العشو كده يعني زي عجينة الطعمية كده او اجمد شوية عشان لما تحطيه معاك في الزيت مايفرولش منك لان انا اول حاجة حطتها في الزيت فرولت مني بصراحة فانا لازم ايه اقولكو الغلطات اللي انا وقعت فيها عشان ما تنفزوهاش بصوا طريقة تحفة بجد طريقته حلوة جدا 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 جربوها وان شاء الله مش هتندموا زي ما بقولكو كده حطت كمون حطت توم بودر حطت بصل بودر وحطت ملح وشوية ارفا صغيرين وشوية فلفل اسمر صغيرين وطبعا حطيت ثلاث بيضات وحطت بصلايا وحطت خضار وحطت الارنبيت وحطت دقيق وحطت بيكنج بودر وحطت نينشا تمام كده كل المكونات دي قلبتها مع بعضها وبعد كده ايه هقليها في الزيت وما تنسوش اهم حاجة يا بنات زي ما بقولكو انه انتو تزودوا الدقيق عشان انا هنا حطيت بس كم معلاقة كده بس فرول مني زودوا حطوا دقيق كده دقيق كده علشان يمسك العجينة ما تخافوش طعمه مش هيبقى عجين طعمه مش هيبقى عجينة طعمه كان ارنبيت بالزبط ورحته كانت تحفة وكمان انا عيالي ما بيحبوش العروق بتاعة الارنبيت دي يعني لو انت كمان ما بتحبوش عروق الارنبيت دي وبترموها خسارة هتفرموها كلها ببعضها وهتعملوها هتبقى حلوة جدا هتقول ليها هنقل ازاي زي انا هوريكو كذا طريقة دلوقتي هوريكو كذا حاجة تعملو الارنبيت بيها تقلو بيها يعني بصوا هنا بعد اما كنت حطيت الارنبيت وحسيتها طريقة كده روحت جاية حطة تاني برضو وحطيت البيكنج بودر وما تقطروش عشان البيكنج بودر زي الكربونات وكده ما يخلهاش ايه تتفرتك من نقو على النار يعني وكده جربوها يا بنات بجدها هتعجبكو طريقتها حلوة جدا ولو عيالك زي ما بقولك او انت او فيه ناس كتير ما بتحبش العروق بتاعة الارنبيت دي البيضة دي بيأكلوا كده الارنبيت نفسه بي حاجة غالية عملوها بالطريقة دي بتقع فيها و هتعجبكو وكمان الخلطة بتضمن ان الخلطة ما تقعش من على الارنبيت صحي كده الخلطة ما بتقعش من على الارنبيت وانت شغالة فايه فاحسن حاجة انا كان بعقدني من الارنبيت بصراحة اني انا ايه اا اعمله والخلطة بتقع منه وتبهدل الزيت ومش حرف ايه دي كده تحفة جدا انا هنا الاول قلت اعمله صينية في الفرن تمام فحبيت برضو اوريكو حطيت شوية زيت وعملت اا ديه كده على الصينية وقلت احطها في الفرن بعد ما حطيتها كده لقيتها برضو هتاخد وقت بصراحة مني شوية غير غير مقلية وكمان قلت انا مش ضمن نتيجتها انها تبقى طعمها حلو يعني الحاجة برضو لما بتبقى من غير الزيت اهو الزيت مش صحي بس الحاجة لما بتبقى في الفرن طعمها بيختلف شوية فانا قلت انا اول مرة اعملها يعني اول مرة بصراحة فقلت خليني اجربها مقلية في الزيت زيها زي الارنبيت عادي واشوف الطعم نفسه لو مش هيختلف كتير ابقى في الطرق بتاعته في طريقة التسوية تمام كده اه فلقيت الطعم بفعلا بجد ارنبيت ارنبيت يعني ما فيش كلام فروحت شايلها من من الصينية تاني بصراحة وجيت بعشان عاملها كده عزيت عندي كزا طريقة ممكن تحطيها في كيس زي كده انا مع يعني حطتها في كيس وروحت جاي عاملها ايه دواير زي كده بس ما تخليش الدايرة كبيرة كده تخين عشان ما تبقاش من جوة نية وفي نفس الوقت ما تبقاش خفيفة علشان ما تبقاش ايه نشفة بتتحرق وما يبقاش في دي طريقة لو حابة تعملي بها الطريقة التانية لو انت عايزت تحط شوية زيت في طاصة كده صغيرة وتحطيها زي القرص كده وتغطيها هتستوي من تحت وبعد كده تروح جاي قلبها الطريقة التالتة اللي انا كملت بيها خالص كأنك بتعملي طعمية زي ما انت شايفة كده يعني انا اول طريقة دي بس الكيس اللي انا ورته لك هو اللي عملت كده بس والقرص ده هو القرص ده كده بس الباقي بقى عملته زي ما انتم شايفين كده والله العظيم يا بنات من برم ارمش من جوة طري وكان طعمه طحفة جدا وانا لو جبت ارنبيت هعمله كده تاني بصراحة ريحني وعجبني واهم حاجة العروق اللي احنا ما بناكلهاش اكلناها اكلنا الارنبيت كله يعني فكده مش هتهدري حتى لو انت بتحب العروق دي برضو الطريقة دي حلوة وجديدة برضو ممكن تنوعي بقى وتعملي معها بطاطس وتقدمها كده هيبقى شكلها حلوة بصراحة تبقى جميلة ممكن تعملي لها خلطة من بره يعني بصوا 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 ابدعوا فيها بقى المهم ان انا اديتكم الطريقة كده و بصوا بقول لكوا انا بعد اما قلبتها وخلاص كده استويت وكان طعمها طحفة جدا برضو يعني طعمها ما اختلفش عن اللي انا قاليها اه في الزيت كده يعني اوي تمام بس اه بتستوي وتقلبوا كده اللي بخليها مسكة نفسها كده ولا تهارت ولا طلعت اه فتفيت في الزيت ولا حاجة اني انا هتطالها كمية دي حلوة زي ما بحط الارنبيت كده العادي بس اكتر شوية عشان تمسك الايه تمسك العجنة نفسها تعالي يا حيار ربان ماشي اه اه فانتي اعملي كده عديني نبيت عليك كزا مرة اهو علشان ما توعيش في الغلطة اللي انا وقعت فيها حاطت كمية دي بس ما كانتش كتير اوي ففرولت معايا في الزيت وما تقطريش الباوتر علشان برضو مايفرولش معاك في الزيت تمام اهو بصوا كدت مطلعها اللوز اللوز كده عاملة زيت طعمية شكلها بس طعمها ارنبيت بجد حلوة اوي جربيها هتعجبك هتعتمد الطريقة دي ان شاء الله على طول يلا بقى اجربيها وان شاء الله تابعوا القناة بتاعتي هتلاقوا فيها روتنات وهتلاقوا فيها وصفات وهتلاقوا فيها كل حاجة حبيت اشارك معاكم التجربة والطريقة علشان عجبتني فقلت اشاركها معايا بص الجو بره بوريكوا بره بشكل الجو كده قلب وطبعا الارنبيت والكرومب والحاجات دي بتبقى ايه عايزة الشتة كده والعادس والكلام ده فايه الجو كان قالب فقلت اما عمل لهم الارنبيت ده كده يدفي اي حاجة من الحاجات دي كده بتدفي وبتحسسنا باجواء الشتة برضو كده اوه الجو كان بيمطر اريحي بقولي الجو كان بيمطر اوه مطر بس مش كتير حاجات بسطة اوي زي ما انتم شايفين كده والجو غيم كده فجأة على فكرة احنا كنا عايزين كده فجأة لقيته عمل كده اسبكم بقى فرعيت الله استنوني في فيديو جديد من فيديوهات وصفة ومعلومة مع شيمو لو ما اشتركتش في القناة فضلا ولايس امرا انزل اشترك لي في القناة فعل زر الجرس عشان يوصل لكل جديد